أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الزراعي نبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات مادة صحة الحيوان والدواج نبدأ في هذه الحلقة موضوع الحلقة وهو الجهاز التناسلي في إناث الماشية ومراحل تكوين هذا الجهاز نقطة مهمة جدا قبل بداية الحلقة لازم نحدد أن الجهاز التناسلي في إناث الماشية تعتبر من الأجهزة المهمة جدا في جسم الحيوان بالنسبة للمربي لأن هذا الجهاز سيعتمد عليه في دورة الإنتاج داخل المزرعة أي خلل يصيب هذا الجهاز سيأخر لنا دورة الإنتاج وهيأخر لنا دورة الإنتاج في حاجتين أولا إنتاج المواليد وإنتاج الألبان وبالتالي أهمية الجهاز التناسلي بتنبع من أهميته الإقتصادية منشأ الجهاز التناسلي أول حاجة منشأ الجهاز التناسلي بالنسبة للجهاز التناسلي الأنسوي في الأبقار عموما بين القسم إلى جزئين المبايد أو غدد المنسل والقناة التناسلية الأنسوية بالنسبة للمبايد أو غدد المنسل تنشأ المبايد من خلايا تسمى خلايا الإندوديرن التي تنتقل إلى جانبي تجويف الجسم خلف الكلية ثم تتطور وتنمو لتكون الشكل النهائي للمبايد يبقى إحنا عندنا هنا المبايد أو العضو اللي هو الموجود داخل جسم الحيوان أثناء عملية التكوين الجنيني بيكون في خلايا داخل الزيجوت بتسمى بعد عملية التمييز بتسمى خلايا الإندوديرم خلايا الإندوديرم دي جزء بيهاجر منها خلف الكليتين بعد ما بيتم تكوين أعضاء الكليتين في الجنين هذه الخلايا بتهاجر خلف الكليتين وبتبدأ يحصل لها عملية انقسامات متوالية لتكون النسيج المبيضي والمبايد وهنا عندنا هنا هيبقى عندنا مبيض أيمن ومبيض أيصر ننتقل بعد ذلك إلى القناة التناسلية والقناة التناسلية هي عبارة عن قناة فالوب وهي حتى المهبل الرئيسي والفتحة الخارجية وتنشع من حاجة اسمها قناتي موليريان على جانبي الجسم فيه قناتين اسمهم قناتي موليريان هذين القناتين مغطاة بجزء من خلايا هذه الخلايا بيحصل لها تميز إلى مجموعة أعضاء القناة التناسلية من أول قناتي فالوب وهي الجهة اليمنى والجهة اليسرى ثم بعد ذلك قرني الرحم ثم بعد ذلك قناة موليريان أو قناتي موليريان بيتحدوا في الجزء الخلفي هيكونوا لي بقى جسم الرحم والعنق ومنطقة المهبل والفتحة التناسلية الخارجية يبقى ده ينشأ الجهاز التناسلية أهم حاجة في الدرسة هنا أن نعرف الخلايا ونوع العضو اللي هو كون لي الأعضاء التناسلية بالنسبة للمبيض بينشأ من خلايا الاندودير بالنسبة لبقية الجهاز التناسلية اللي هي القناة التناسلية بينشأ من قناتي موليريان ننتقل بعد ذلك أعزاء الطلبة والطالبات إلى أجزاء الجهاز التناسلية في الأبقار بتنقسم أجزاء الجهاز التناسلية في الأبقار إلى أعضاء التناسلية الأولية أو بنسميها المبايد أو المناسل وهذه المبايد أو المناسل بتكون عندنا مبيض أيمن ومبيض أيصر للحيوان الواحد طيب وظيفة المبايد هي إنتاج البويضات التي تحمل نصف المادة الوراثية للكائن الحي النصف الآخر من المادة الوراثية هيأتي من الحيوان المنولي يبقى أنا عندي داخل المبايد أو غدد المنسل بيتم عملية انقسام الخلية اللي هي هتحضر لي البويضة انقسام ميوزي وليس ميتوزي انقسام ميوزي يعني إيه؟ يعني هنحصل بعد الانقسام على نصف المادة الوراثية نصف المادة الوراثية دي هتكون موجودة في البويضة الناتجة من المبيض والتي يتم بعد ذلك تلقيحها بواسطة الحيوان المنوي الذي يحمل نصف المادة الوراثية الأخرى يبقى هنا المادة الوراثية مكتملة كاملة داخل البويضة الملقحة وبنسميها هنا الزيجوت يبقى وظيفة المبيض هو عبارة عن إنتاج البويضات أو الخلايا التي تحمل نصف المادة الوراثية للكائن الحي ننتقل بعد ذلك إلى تركيب المبيض مما يتركب المبيض أو مما تتركب أنسجة المبيض لو احنا عملنا قطاع طولي للمبيض هنلاقي أنه يتكون من المنطقة منطقة وسطة دي بنسميها اللوب وتحتوي على الأوعية الدموية والأوعية اللينفاوية والأوعية العصبية المغزية للمبيض ما فيهاش أي خلايا منقصمة ولكن هو عبارة عن مجموعة من الأنسجة التي تحتوي على الأوعية الدموية والأوعية اللينفاوية والأوعية العصبية المنطقة الخارجية اللي هي الجزء الثاني من المبيض اللي هي بنسميه القشرة والقشرة تحتوي على خلايا جرثومية طلائية هذه الخلايا الجرثومية الطلائية هي تعتبر الخلايا النشطة التي سيتم انقسام الخلايا من خلالها عشان تنتج لي حويصلة جراف حويصلة جراف دي هي عبارة عن الحويصلة التي تحمل البويضة الناضجة يبقى هنا منطقة الكورتكس أو بنسميها منطقة اللوب وفيه منطقة القشرة دي هي المنطقة النشطة في المبيض وهي دي الخلايا المنتجة من أبويضات وحويصلة جراف طيب منطقة القشرة دي لو احنا جينا نفحصها تشريحيا هنلاقي عليها ايه؟ هنلاقي عليها طبعا أثناء عملية النضج بنلاقي حويصلة جراف ممكن نلاقي على سطح المبيض من الخارج مجموعة من الحويصلات هذه الحويصلات في أعمار مختلفة بنسميها موجات مختلفة موجودة على سطح المبيض يعني فيه موجة وموجة تتبعها وموجة أخرى تتبعها من البويضات الناضجة لكل بويضة عمر معين بينضج بعدها طيب بناجد أيضا ممكن أجسام ناسفية الأجسام النضجية دي بنسميها الـ CH والـ CH دي هي عبارة عن أجسام بتتواجد على سطح المبيض بعد حويصلة جراف ما يحصل لها عملية انفجار وخروج البويضة وبرضو ممكن نلاقي الأجسام الصفراء والأجسام الصفراء دي بتتكون من الجسم النسفي وبرضو بتكون موجودة على سطح المبيض بيكون حجمها من 3 لـ 5 سنتي وبتكبر فيه الحجم بعد فترة الحمل يعني لوحصل حمل بنلاقي أن الأجسام الصفراء دي على سطح المبيض بتستمر عشان بيكون لها وظيفة مهمة جدا أثناء فترة الحمل في أنها بتفرس لنا هرمون البروجسترون اللي هو هرمون الحمل في الإناث بعد كده ممكن نشاهد على جسم المبيض أي أجسام بيضاء هننتقل بعد ذلك إلى أجساء الجهاز التناسلي اللي هي الأعضاء التناسلية الثانوية وهنا الأعضاء التناسلية الثانوية بتبدأ من قناتي المبيض وبنسميها قناتي فالوب وبعد ذلك الرحم والرحم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء عنق الرحم وجسم الرحم وقرني الرحم ثم بيتبعه المهبل والشفطان الخارجيتين طيب بالنسبة لتكوين قناة المبيض أو قناتي فالوب عايزين نشوف مع بعض كده إيه التشريح بتاعها أو إيه الجانب الهستولوجي اللي هي لائم الوظيفة بتاعة قناة فالوب قناة فالوب هي عبارة عن قناة شديدة التعرق هذه القناة بيكون طلها من 20 ل 25 سنطي داخل تجويف جسم الحيوان قناة فالوب دي فيها برضو زي ما قلنا فيه مبيض أيمن وفيه مبيض أيصر قناتي فالوب في قناة في الجانب الأيمن وفي قناة في الجانب الأيصر هذه القناة بتقول زي ما قلنا طلها من 20 ل 25 سنطي ولكن عشان تعرجها الشديد بتشغل مسافة من 2 ل 3 سنطي داخل تجويف جسم الحيوان وهذه القناة بتقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول اللي هو بنسميه الإسمص وهذا الجزء مرتبط بقرن الرحم يبقى هذا الجزء مرتبط بقرن الرحم وهيصل بين قرن الرحم وبين بقية أجزاء قناة فالوب بالجزء الأوسط من القناة ده بنسميه الأنبولة وهذا الجزء يتم فيه عملية تلقيح البويضة بالحيوان المودع يبقى هنا ما يجي لك سؤال أين يتم عملية تلقيح البويضة بيتم تلقيح البويضة في هذا الجزء اللي هو الأنبولة الجزء اللي هو موجود داخل قناة فالوب الجزء الثالث وهو الجزء الأخير اللي هو الجزء القمعي أو القمعي الشكل اللي هو موجود على البويضة بيكون مزود بأهداب هذه الأهداب بتساعد في التقاط البويضة الناضجة من على سطح المبيض يعني بعد ما بتتم نضوغ البويضة على سطح المبيض بتسقط هذه البويضة داخل القمعي الشكل القمعي داخل القناة بواسطة الأهداب الموجودة على هذه القناة ننتقل بعد ذلك إلى الأعضاء التناسلية المساعدة وهي عبارة عن الضرع وهذا الضرع يتكون من الغدد اللبنية ومقسمة إلى أربعة أقسام أو أربعة تربع قسمان أماميان متماثلان وقسمان خلفيان متماثلان طبعاً هذه الأقسام الأربع كل قص منفصل عن التالي وبالتالي أي التهاب أو أي جزء يحصل فيه التهاب لا يصيب الجزء الآخر يبقى هنا ربنا خلق هذه الأقسام الأربعة منفصلة عن الأقرى بأنسجة معينة عشان يبقى فيه نوع من أنواع الحماية طبعاً ننتقل بعد ذلك إلى تعريف مصطلحين مهمين جداً وهو مصطلح البلوغ ومصطلح النضج في الحيوانات وطبعاً مصطلح البلوغ ومصطلح النضج لازم نفرق بينه جامد جداً تعريف البلوغ هو عبارة عن السن الذي يصل إليه الكائن الحي سواء كان ذكراً أو أنثى لإنتاج الأمشاج الأمشاج الزكريا أو الأمشاج الأنثوية ومتزاملة مع القدرة والرغبة في التزاوية تعريف البلوغ هو عبارة عن السن الحيوان بيصل فيه إلى إنتاج الأمشاج الزكريا يبقى هنا البيض عندي بيبدأ يؤدي وظيفته في إنتاج البويضات والخصياتين في الذكور بتبدأ تؤدي وظيفته في إنتاج الحيوانات المنوية طب هل هنا في سن البلوغ الحيوان بيبقى قادر على عملية الحمل والولادة؟ لا يبقى سن البلوغ هو سن بداية نشاط هذه الغدن ولكن هذا السن يكون فيه الحيوان غير مهيئ للحمل ولكن عنده القدرة على التزاوج فقط بينما تعريف النضج هو سن يعقب البلوغ بيكون بحوالي 2-3 أشهر في الأبقار وبيصبح فيه جسم الحيوان قادرا على حدوث الحمل والإنجاب ويعبر إلى سن التلقيح يبقى هنا سن النضج بيعقب سن البلوغ وبيكون بحوالي من 2-3 شهور وهنا في هذا السن اللي هو سن النضج بتبدأ بقية الجهاز التناسلي أو بقية أعضاء الجهاز التناسلي اللي هي القناة التناسلية من أول قناة فالوب والرحم والمهبل بيبدأ يعمله عملية اكتمال في النمو عشان يبقى يكتمل ويبقى قابل للجنين إنه يبقى موجود أثناء الحمل ننتقل بعد ذلك إلى العوامل التي تؤثر على البلوغ والنضج في عوامل خارجية وفي عوامل داخلية العوامل الخارجية وهي عبارة عن التغذية والرعاية الصحية الجيدة طيب حد يقول لي التغذية هيأثر إزاي على البلوغ والنضج لو إحنا كنا بنربي مجموعة إحنا زي ما خدنا في الحلقات السابقة إن العجول اللي إحنا هنعمل لها عملية تربية بنبدأ نديها عليقة مناسبة للوظيفة اللي هتأديها فالعجلات اللي هتخش على عملية النتاج بنديها عليقة مناسبة جدا للنمو بتاعها وبنرعي في هذه العليقة إن هي ما تكونش موجود فيها نسبة عالية من الكربوهايدريت والدهون عشان جسم الحيوان ما يتقلش في الحجم وبالتالي يأثر لنا على عملية الولادة ويعمل لنا عسر ولادة وفي نفس الوقت نرعي إن ما تتكونش نسبة دهون على المبيضين وبالتالي يحصل تأخر في عملية العشر بتاع هذه الحيوانات يبقى أنا بدي عليقة متوازنة ومناسبة وبالراعي إن الزيادة بتاعت الحيوان تكون في حدود 700-800 جرام كل يوم يعني أنا بأوزن الحيوانات دي بصورة دورية وبلاقي لو أنا حسيت إن معدل زيادة الأوزان بتاع الحيوان بدأت تزيد بحاول إن أنا أقلل العليقة أو أضبط معدلات العليقة بحيث إن أنا أوصل للمعدل المناسب عشان ما يعمل ليش أي مشاكل في البلوغ والنطج بتاع الحيوان طيب الصحة الجيدة أيوة لازم يكون عندي برنامج مطبق لهذه الحيوانات إن أنا التفايليات الداخلية التفايليات الخارجية اللي هي ممكن تعمل لي عملية تأخير في سن البلوغ وسن النطج وبالتالي هتأخر لدورة الإنتاج عندي لاجب إن أنا أحط برنامج معين لمقاومة التفايليات الداخلية والخارجية وبالتالي الحيوانات تبقى في صورة سريمة دي بالنسبة للعوامل الخارجية ننتقل إلى العوامل الداخلية وهنا العوامل الداخلية مقسمة إلى قسمين العوامل الوراثية وهي الجينات الوراثية وفي العوامل الخاصة بتركيب جسم الحيوان فلو إحنا بصنا في العوامل الوراثية هنلاقي إن سلالات اللبن بتبلغ أو بتوصل لسن البلوغ عند عمر من عمر 14 ل 16 شهر لكن في سلالات اللحم بتتأخر سن البلوغ عندها 18 ل 19 شهر يبقى هنا سن البلوغ في سلالات اللبن بيبقى أسرع من سن البلوغ في سلالات اللحم بنجد أيضا إن سلالات صغيرة الحجم زي الأبقار الجيرسي بتوصل لسن البلوغ أكتر من سلالات كبيرة الحجم وهنلاقي برضو إن هذه السلالات بتكون معرضة إن إنتاج اللبن برضو هيبقى أقل ولكن سن البلوغ بتاعها بيوصل بصورة أسرع يبقى هنا العوامل الورصية حددت لي سن البلوغ بتاعي على حسب نوع السلالة اللي عندي ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى نقطة أخرى وهو الشبق طبعا إحنا عارفين إن الحيوانات داخل المزرعة بتمر بفترات تسمى فترات الشبق فترات الشبق دي هي عبارة عن الدورة التناسلية داخل الأنثى في الحيوانات وبالتالي إحنا عايزين نفرق بين ثلاث مصطلحات إيه هو الشبق؟ إيه هو فترة الشبق؟ وإيه هي دورة الشبق؟ بالنسبة لتعريف الشبق لو إحنا جينا بصينا تعريف الشبق هو عبارة عن الرغبة الجنسية للأنثى تجاه الذكر وهذه الرغبة ما بتكونش موجودة طول الوقت ولكن بتبقى موجودة في وقت معين من خلال الدورة اللي هي دورة الشبق يبقى فيه فترة معينة تقبل فيه الأنثى الذكر بعد هذه الفترة وقبل هذه الفترة لا يمكن أن تقبل الأنثى الذكر يبقى ده تعريف الشبق بينما تعريف فترة الشبق هي الفترة التي تقبل الأنثى الذكر خلالها وللتزاوم ولا تقبله في أي فترة أخرى اللي هي فترة الشبق دورة الشبق بقى هي الفترة التي تمتد بين فترتين شبق متتاليتين يبقى فيه فترة شبك وفيه فترة شبك بنسميها دورة هذه الدورة بنسميها دورة الشبك ويكون التكرار بتاعها تكرار منتظم وبتكون مدتها 21 يوم في المتوسط في الأبقار والجاموس ومن 18 ل19 يوم في الأغنام والماز ننتقل بعد ذلك إلى مراحل دورة الشبك هنقسم دورة الشبك احنا قلنا دورة الشبك دي بتتكرر بالتظام هيبقى فيها براحل المرحلة الأولى وهي الطور الأول ويطلق عليها مرحلة أشياع أو أصراف طيب مدتها قد إيه ولازم نعرف المدة دي مهمة جدا لأن لو المدة دي فاتت من المربي مش هيقدر يعمل عملية تلقيح للبقرة اللي عنده وبالتالي هيفقد دورة دورة شبك وبالتالي هيأخره في عملية الحمل هيأخره في عملية الولادة وهيأخره في عملية إنتاج اللبن يبقى هذه الدورة تحددها مهمة جدا ووقت فترة الشبك مهمة جدا عشان هذه الفترة هو اللي أنا يا الأنسى هتقبل فيه الزكر في خلال هذه الفترة يطلق على هذه الفترة مرحلة أشياع أو الصراط مدتها قد إيه بقى؟ مدتها قصيرة جدا حوالي 21 ساعة يبقى مدة هذه الفترة 21 ساعة يبقى في خلال هذه الفترة أنا لازم أعمل عملية تلقيح لهذا الحيوان طب إيه هي العلامات اللي بتدل على إن هذا الحيوان بيمر بمنحرة الشياع أو الصراط بتظهر بعض التغيرات السلوكية والتغيرات الداخلية اللي ممكن أشوفها على إناث الأبقار وممكن تحصل الإباضة في أوائل هذه الفترة يبقى في خلال هذه الفترة بيحصل بعض التغيرات هذه التغيرات هرمونية وتغيرات سلوكية وتغيرات فيسيولوجية على الجهاز التناسولي للأنسة بقدر ألاحظ هذه التغيرات كمربي وببدأ أعرف أن البقرة اللي عندي في مرحلة شياع أو في مرحلة صراف وبالتالي بعمل لها عملية تلقيح باستخدام الطلوقة أو الذكر المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ما بعد الشبا تتراوح مدة هذه الفترة من 3 إلى 5 أيام بيتكون الجسم النسفي اللي احنا قلنا عليه بعد تكون حويصلة جراف يبقى حويصلة جراف تكونت وخرجت البويضة الناضجة من المبيض ثم يتكون الجسم النسفي على سطح المبيض في هذه الفترة هنا سلوك الحيوان بيتغير الحيوان هنا بالنسبة للإناث الأبقار لا تقبل الذكر ويبقى بالتالي هنا ما فيش معاد الصراف أو الشياع انتهى في هذا الحيوان وهيبدأ هنا الحيوان يمر بمراحل أو الدخول في تكوين الجسم الأصفر والجسم الأبيض وهنا بنقول عليها مرحلة ما بعد فترة الشياع أو ما بعد فترة الشبا ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة اللي هي تتراوح مدتها من 10 ل 14 يوم حيث تتميز بأنها بتتكون فيه الجسم الأصفر المفروض الجسم الأصفر اللي هو الكوربس اليوتيام وهذا الجسم الأصفر هو اللي بيفرز هرمون البروجسترو اللي هو ممكن يعمل لنا عملية إعداد الرحم للحمل ولو استمر الحمل بيتستمر هذا الجسم على المبيض المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة ما قبل الشبا وهي مرحلة ادمحلال وتنكيس للجسم الأصفر ويتحول إلى الكوربس اليوتيام 2 أو الجسم الأبيض هذه المراحل هي بتكون على مراحل دورة الشبا في دورة الشبا بيحصل تغيرات هذه التغيرات تمر تغيرات مبيضية أثناء دورة الشبا وتغيرات بالقناة التناسلية وتغيرات هرمونية وتغيرات سلوكية هنبدأ نعرف ونشوف ايه التغيرات اللي بتحصل أثناء دورة الشبا التغيرات المبيضية أثناء دورة الشبا زي ما احنا قلنا أن المبيض يعتبر هو عبارة عن الغدة المسؤولة عن إنتاج البويضيات الناضجة لعملية التلقية هذه البويضات بتنمو على سطح المبيض بالخلايا الطلاقية الجرسومية بتكون ما يسمى بالبويضات داخل حويصلة جراف حويصلة جراف عندما توصل لمرحلة النضج بتكون هنا تحت تأثير هرمونين هرمون الـ FSH اللي هو بنسميه هرمون التكوين حويصلة جراف وهرمون الـ LH اللي هو هرمون التبويض الهرمونين دولت بيفرزوا من الغدة النخامية بيعملوا عملية تنشيط للمبيض عشان يكون البويضات الناضجة هنلاقى أنه بعد ما بتحصل عملية انفجار لحويصلة جراف بتخرج هذه البويضات وبتكون حاجة اسمها الجريبات الناضجة التي يحظل لها الإبادة بعد كده بيتكون الجسم الأصفر في مرحلته الأولى زي ما احنا قلنا بنسميه الجسم النازفي وده بعض الإبادة مباشرة وده بنسميه CH هذا الجسم بيكون ملمسه بسيط أملس بيكون صغير في الحجم بيكون على سطح المبيض من الخارج لو احنا جاينا نفرق بين المبيض بتاع الأبقار والمبيض بتاع الأفراس أو الخيول هنلاقى أن التبويض هنا بيحصل في الأبقار على سطح المبيض من الخارج لكن في الأفراس بيحصل التبويض داخل المبيض من الداخل وبالتالي احنا مش هنقدر نحس بهذا الجسم إلا في الأبقار فقط بعد ذلك بيتحول هذا الجسم اللي هو النازفي أو اللي هو CH إلى الجسم الأصفر الناضج اللي هو CL3 الجسم الأصفر الناضج ده وظفته أنه هو بيفريسلينة هرمون البروجسترون وهو هرمون الحمل في الحيوانات بيستمر طول فترة الحمل طب لو ما تمش عملية الحمل والتلقيح والحمل هنا بيحصل اضمحلال لهذا الجسم الأصفر الناضج وبيتحول إلى CL2 واللي بعد كده بيتحول في نهاية دورة الشبك وبداية دورة شبك جديدة إلى CL1 اللي هو الجسم الأبيض اللي هو بيضمحل وبيصغر في الحجم ويتحول إلى جسم ليفي على سطح المبيض من الخارج دي بالنسبة للتغيرات اللي موجودة على سطح المبيض هذه التغيرات اللي بتحصل على سطح المبيض بتكون تحت سيطرة الهرمونات التناسلية اللي هي هتفرز من الغدد النخامية اللي هو البيت توتريجلاند واللي بتكون تحت سيطرة حاجة اسمها تحت المهد موجود في الدماغ كل ده شغل الهرمون هو اللي بيتنظم لنا هذه الدورة داخل المبيض ننتقل بعد ذلك إلى التغيرات التي تحصل للقناة التناسلية في التغيرات التي تحصل للقناة التناسلية بتكون ماشية مع التغيرات اللي بتحصل من المبيض مباشرة يعني تواجد حواصلة جراف على سطح المبيض ووجود البويضة الناضجة هيتبعه أن القناة التناسلية هتبدأ تعمل عملية إعداد لنفسها فهتبدأ الأوعية الدموية اللي موجودة داخل القناة التناسلية تبدأ تزيد هتبدأ عملية ضخ الدم يزيد وبالتالي يتحول لون الأغشية من اللون الوردي الفاتح إلى اللون الغامق أو الداكن ليه؟ نتيجة زيادة الدم عشان هنا بنهيأ الجهاز التناسلي لعملية التلقيح والإخصاب بينتقل بعد ذلك إلى زيادة إفرازات الغشاء المخاطئ هيحضر زيادة في إفرازات الغشاء المخاطئ وبالتالي برضو عشان يساعد في عملية وجود والغضط الرحمية وعنق الرحم والاتساع التدريجي لقناة عنق الرحم بيحصل إنا اتساع تدريجي لقناة عنق الرحم عشان يهيئ الحيوان لعملية التلقيح ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ما بعد الشبق وفي مرحلة ما بعد الشبق بيظهر إفراز زجاجي مدمم وهذه ظاهرة طبيعية في العجلات الصغيرة يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك علل وجود سائل زجاجي مدمم في فترة ما بعد الشبق في العجلات الصغيرة نتيجة لنشاط الأوعية الدموية في منطقة الرحم وبالتالي هيحصل حاجة اسمها إفراز زجاجي مدمم في مرحلة ما بعد الشبق وده بيظهر في العجلات العشار الصغيرة مرحلة السكون أو المرحلة الرابعة وهنا بيكون الرحم في حالة ارتخاء وهنا هيكون نهاية مرحلة شبق وبداية دورة جديدة فبيكون هنا الرحم مفيش انقباضات فيه بيكون في مرحلة التخاء في مرحلة سكون بتبدأ الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الرحم بيقل فيها الدم بتبدأ الشعارات الدموية بتبدأ يقل فيها الدم يبدأ يقل إفراز المواد اللازجة والسوائل الموجودة ويبدأ عنق الرحم يبدأ يعمله عملية ضيق مرة أخرى يبقى بعد اللي كانت ساعة في المرحلة اللي قبل كده بيحصل عملية ضيق لمنطقة عنق الرحم مرة أخرى عشان يبدأ يعمل عملية دورة شبق جديدة طيب ننتقل بعد ذلك إلى التغيرات الهرمونية التي تحصل داخل جسم الحيوان في دورة الشبق يعتبر أو تعتبر الغدد الصماء هي العامل الرئيسي واللاعب الرئيسي لتنظيم الدورة التناسلية اللي هي دورة الشبق هنا عندنا عزاء الطلبة في حاجة اسمها الغدد الصماء هذه الغدد بتفرز هرموناتها في الدم مباشرة وبالتالي يبقى الأعضاء اللي هتستقبل هذه الهرمونات هي اللي هيبدأ يقع عليها تأثير هذه الهرمونات وهتبدأ تأدي وظيفتها ولكن عشان الغدد الصماء تبدأ تفرز بيبقى فيه حاجة في الدماغ أو في منطقة في الدماغ اسمها تحت المهاد بتفرز حاجة اسمها محفزات الجنادوتروبين المحفزات دي بتبدأ تنشط بتأثير الغدد الدرقية عند سن البلوغ يبقى عند سن البلوغ بتبدأ ان الغدد الدرقية تنشط وتحفز منطقة تحت المهاد لتفرز محفزات الجنادوتروبين اللي هي هتنشط لي المحفزات دي هتنشط لي مين بقى هتنشطني الغدد النخامية عشان تبدأ تفرز الهرمونات بتاعتها اللي هي الFSH والLH تعالوا مع بعض كده نشوف هنبدأ الغدد النخامية تفرز إفرازات هرمونات ومحفزات اللي هو بنسميها الFSH والLH الFSH وهو هرمون الحويصلات هذا الهرمون هو وظيفته انه هو بيشتغل على المبيض عشان ينتج البويضات الناضجة داخل حويصلة جراف يبقى الFSH هو هرمون بيفرز من الغدد النخامية وتأثيره بيقع على المبيض عشان ينتج لي هنا حويصلة جراف في الناضجة طبعا احنا قلنا ان الخلايا دي بتنمو على سطح المبيض بصورة تدريجية وبصورة موجات الموجة وراء الموجة هتدينا حاجة اسمها حويصلة جراف الناضجة هذه الحويصلة بتكون تحت تأثير هرمون الFSH بينما هرمون الLH وهو هرمون المبايد او اللي هو هيكون خاص بانه هو يخللنا هنا يحصل لنا عملية انفجار لحويصلة جراف وخروج البويضة الناضجة وبالتالي هيبقى هذه البويضة قابلة لعملية التلقيح طيب يبقى الهرمونين دولت اللي هما الFSH والLH دول بيفرزوا من البيتوتر جلاند او الغدة النخامية طيب هرمون المبايد هل المبايد بتفرز هرمونات؟ نعم المبايد بتفرز هرمونات وهي هرمون الاستروجين والبروجسترون هرمون الاستروجين وهو هرمون خاص بعملية انه هو الشياع بتاع الحيوان هو ده الهرمون اللي بيديه لي علامات الشياع بتاع الحيوان هو ده اللي بيعمل لي زيادة في تدفق الدم لمنطقة الرحم ومنطقة القناة التناسلية هو ده اللي بيعمل زيادة في إفرازات المواد المخاطية داخل الرحم هو ده اللي بيعمل زيادة واتساع في عنق الرحم عشان يهيأ لي الحيوان أن يتم عملية التلقيح لهذا البوايد طيب هرمون البروجسترون ده هرمون بنسميه هرمون الحمل وبرضه بيفرز من المبيض بس المبيض منين؟ من الجسم الأصفر اللي احنا قلنا تكون بعد ما تكونت حويصالة جراف وحصل انفجار ببقايا حويصالة جراف على سطح المبيض بتكون حاجة اسمها الجسم الأصفر ده اللي هو بيفرز هرمون البروجسترون ده اللي هو بيعمل بقى إعداد للرحم عشان يعمل عملية الحمل فبنسميه هرمون الحمل طيب يبقى هنا الاستروجين والبروجسترون ده بنسميه هرمون المبايد طيب هل الهرمونات دي على علاقة بالعرمونات المفرزة من الغد النخامية؟ نعم العلاقة بين الاتنين دي بنسميها علاقة سلبية وإيجابية أو بنسميها تغذية راجعة أو فيدباك بمجرد زيادة أي نوع من الهرمون بيحصل زيادة في الاستروجين والبروجسترون مع زيادة المعدلات في الاستروجين والبروجسترون بيحصل علاقة عقصية مرة أخرى وبيحصل أن الFSH والLH يبدأ يقله عشان يعمل لنا عملية دورة الشبق اللي احنا بنقول عليها دورة الشبق مرتبطة بأربع أنواع من الهرمونات هرمونات مفرزة من الغد النخامية وهرمونات مفرزة من المبايد طيب التغيرات السلوكية التي تحصل للحيوان نتيجة هذه الهرمونات دي كلها كانت تغيرات داخلية موجودة احنا ما بنقدرش نحسها إلا بالفحص المعملي أو أن احنا نقدر نقيس الهرمونات في الدم لكن إيه هي التغيرات السلوكية اللي ممكن أشوفها على الحيوان وتبين لي أن الحيوان ده بيمر بفترة شبق أو فترة شياع أو دورة شبق ومراحل دورة الشبق هنا فيه تغيرات سلوكية للحيوان هتحصل أول حاجة اللي هي شدة القلق والتوتر العصبي ونقص الأكل طيب التلات حاجات دول بنشوفهم إزاي الحيوان أول حاجة الحيوان بنلاقي إن حركته بتزيد في هذه الفترة هذا الحيوان اللي بيمر بفترة شياع حركته بتزيد وبيكون في فترة حالة عصبية شوية ممكن يصدر بعض الأصوات اللي هو النعير بتاع البقر بممكن إن هذا البقر بيقل الأكل أو بيقل استهلاكه للعليئة اللي عندي طبعا أنا بقدم العليئة للحيوان ده بصورة دورية فأنا بقى في هذه الفترة بلاقي إن أكلة الحيوان بتبدأ تقل هنا المفروض المربي يلاحظ هذه العلامات اللي هي التوتر والقلق والطراب الحركة وقلة الأكل وممكن يأثر لنا على إنتاج اللبن لو هو الحيوان ده في مرحلة إنتاج اللبن يعني لو أنا بيقل منه لبن هلاقي إن في الفترة دي برضو بتقل كمية اللبن الموجود وممكن كمان إيه؟ ده ممكن الحيوان اللي عندي يتبس جواه اللبن أو يمنع اللبن ويؤدي إلى التهابات أو يؤدي إلى إن اللبن ده يحصل له تجابه من داخل الضرع ونقول إنه هو التهاب الضرع لا مش التهاب الضرع ده هنا الحيوان بيمر بعلامة من علامات الشياع أو من علامة من علامات الصراف يبقى دي كلها علامات بتمر على الحيوان أثناء فترة الشياع وهي شدة القلق والتوتر العصبي ونقص الأكل ومن الممكن نقص في كمية إنتاج اللبن وبرضو بنلاقي إنه ممكن بعض الأمقار زي ما أقول بيبقى فيها صوت عالي أو إصدار لصوت عالي ده تنبيه لصاحب الحيوان إنه هنا هذا الحيوان بيمر بمرحلة الشياع ننتقل بعد ذلك إلى عزاء الطربة والطالبات إلى طرق الكشف عن الشباب هنا دراستنا في الموضوع ده غايته إيه أو هدفه إيه؟ هدفه إن أنا أحدد فترة الشياع لهذا الحيوان وإحنا قلنا إنه فترة الشياع دي واحد وعشرين ساعة يبقى بالتالي هذه الفترة قصيرة جدا وهي الفترة التي تقبل فيها الأنثى الذكر أو تقبل عملية التلقيح لو أنا بعمل عملية التلقيح صناعي يبقى الفترة دي لو أنا ملاحظتهاش أو مخدتش بالي منها هتعدي مني دورة وبالتالي هيعدي مني فترة الحيوان مش في حالة عشر وفي حالة إيه إنه يخش في حالة إيه إنتاج يبقى أنا بالتالي لازم أعمل عملية طرق معينة عشان أبدأ أحدد فيها فترة الشبق اللي عندي أول حاجة بواسطة الكلافين ومربي الحيوانات لأما هم دول اللي هم مواشرين في التعامل مع الحيوانات طبعاً الكلاف ده اللي هو بيقدم الأكل للحيوان أو برب الحيوان اللي بيقدم الأكل للحيوان لو لاحظ إن حيوان معين مثلاً حركته بدأت تزيد في فترة معينة أكلته بدأت تقل في فترة معينة بيبدأ يبلغ صاحب المزرعة ويبدأ هو يتعامل بقى يجيب الطلوقة أو يجيب الدكتور عشان يعمل عملية تلقيح صناعي عشان يعمل عملية تلقيح للبوايدة في هذه الفترة الحالة التانية أو الطريقة التانية اللي كشف عن الشبك عن طريق تركيب كاميرات تلفزيونية لمراقبة تصرف الحيوانات داخل المزرعة يبقى هنا برضو ببص على سلوك الحيوان داخل المزرعة بركب كاميرات لو أنا ما عنديش كلفين داخل المزرعة بأعداد كافية المزرعة كبيرة جداً ففي الأعداد الكبيرة دي هعمل إيه؟ هركب كاميرات بحيث أن أنا بشاهد أي تغير في تصرف الأبقار الإناث داخل المزرعة يبقى هنا بحدد عن طريقها فترة الشبك اللي عندي رقم ثلاثة استخدام الكلاب المدربة على شم الفرمونات من الإناث يبقى هنا فيه كلاب متعودة على ريحة الفرمونات اللي هي بتفرز أثناء فترة الشياع بمررها على الإناث وبقدر أحدد الأنثى اللي هي اللي هتم فيها عملية الشياع وبالتالي بقدر أحدد عندي فترة الشياع عندي رقم أربعة عن طريق الثور الكشاف الثور الكشاف ده برضو بنفس فكرة الكلاب المدربة بيحدد لي البقرة اللي في حالة صراف أو مش في حالة صراف لأن زي ما احنا قلنا أنها فيها البقرة اللي في حالة صراف هتكون قابلة للذكر طب الفقرة اللي مش حالة صراف لا مش هتبقى قابلة للذكر وبالتالي مش هتقف للذكر عشان يتم عملية الترقيح رقم خمسة استخدام كشف السبق أو جهاز كشف السبق ذو المؤشر هنا فيه جهاز جهاز هذا من الأجهزة الطبية بيعتمد على تغير البي اتش الخاص بالحيوان تغير البي اتش الخاص بالحيوان بيحصل أن نسبة البي اتش دي بتقل في الجهاز التناسلي في فترة الشياع ويبدأ المؤشر هنا يحدد لي الفترة اللي هيتم فيها هذه التلقية رقم ستة التغيرات السلوكية مثل قلة اللبن والامتناع عن تناول العليء المعتادة وإصدار الصوت العالي وممكن نزول سائل زجاجي شفاف من الحياة دي تعتبر الطرق الكشف عن الشبق في الحيوانات داخل المزرعة بهذا أعزاء الطلبة والطالبات نقول قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته